معنا السيدة عيدة سلام عليكم يا صديد الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام أنا ليه سؤالين تفضلي السؤال الأول أنا عندي شقة الإست بتاحها هيجي في أول أربعة ورماء أول أربعة ده هيبقى في رمضان هل أطلع وعندي فلوسي حتخرج زكا أطلع إست الشقة من الزكا الأول ولا لا أنت أصدق أطلع إست الشقة من حساب الفلوس اللي عليك أيوة لأن الاتنين هم الاتنين جايين مع بعض طيب يعني ده يعني الإست هيستوفي قبل ما يبلغ النصاب ولا بعده لا مستوفي النصاب نعم مستوفي النصاب لا أنا مش قصدي يعني أنت الإست دلوقتي هيبقى شهر كام أربعة أيوة طيب وأنت أمتى بتطلع الزكاة بتاعتك في أول رمضان في رمضان في شهر رمضان فكده الإست عيبقى قبل عيبقى عيبقى الزكاة بتاعتك واجبة قبل الإست مش كده آه طيب لا إزا لا إزا كاة بتاعتك أول واحد هتبقى في واحد رمضان هتبدأ ابتداء من واحد رمضان قبل كده واحد تلاتين يعني حوالي اتنين اتنين في الشهر يوم اتنين طيب أنت أنت الإست الإست واجب عليك في واحد إبريل أيوة ورمضان كده ممكن يجي واحد إبريل أو اتنين إبريل صح؟ الزبط كده صح هتخصمي هتخصمي ده لأنه هو لسه هايبقى الدين بتاعك خلاص واجب عليك وانت هتسدديه ده يبقى خلاص الدين ده تبيشغل زمتك فهتخصمي ساخر خمس تلاف جنيه عشر تلاف جنيه هتخصميها من الوعاء الزكوي بتاعك ده وبعدين تطلع على المبلغ بعد الوعاء الزكوي بعد خصم الدين اللي عليه كده السؤال التاني بقى فضلت فضالي الحقن اللي في العضل تفتر ولا لا؟ لا الحقن الحقن اللي في العضل ما بتفترش بصوا يا جماعة كل أنواع الحقن اللي بتتاخد عبر الجلد لا تفتر سواء بقى كانت حقن مغزية أو حقن غير مغزية سواء كان حقن دوائية للعلاج أو حقن غير كده فيتامينات كل ده لا يفتر ليه؟ لأن معنى كده أن الحاجة اللي دخلت جسمي دخلت من منفذ غير مفتوح اللي هو إيه ده؟ الجلد منفذ غير مفتوح لكن الفم منفذ مفتوح الفرق ما بين الفم والجلد واضح أن ده منفذ بيدخل على الجوف لكن الجلد ما بيدخلش على الجوف بيدخل على الأوريدة والشري ما ملوش دعوة خالص ما بيدخلش على الجوف مباشرة ولذلك أي حقنة ما حدش بقى يجي يقول إزاي يعني ده الحقنا بتاع الفيتامين حقنا مغزية العبرة مش إنه مغزية العبرة إن هي ما دخلتش من منفذ مفتوح خلينا نفهم ده على طول مدام الحاجة ما ندخلتش من منفذ مفتوح يبقى ما له سواء كانت مغزية أو مش مغزية الشرع مش جاي عشان يعزبنا ده الشرع جاي عشان يبقى عندنا نظام ونوع من أنواع الضبط المنهجي للتعامل مع العبادات وعشان كده الجلد ده مش منفذ مفتوح ولذلك أي حقنة تتاخد عبر الجلد سواء في الوريد أو سواء في العضل كل ده هيكون غير مفطر لمن أخذه سواء للعلاج أو حتى للتخذية